بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد معركة انتخابية صعبة وشاقة شهدت كل أنواع المنافسة فاز رجب طيب أردغان برئاسة تركيا لمدة خمس سنوات جديدة ليكمل ربع قرن من حياته السياسية محتلا أعلى مراتب السلطة التنفيذية في البلاد نتابع معكم ما كتبه عبدالحافظ الصاوي تحت أنوان تحديات اقتصادية تنتظر أردغان في ولايته الجديدة لمعرفة التفاصيل كنوا معنا حتى النهاية يقول الصاوي كان الاقتصاد من أكثر المحاور التي شهدتها المعركة الانتخابية في تركيا من قبل أردغان وحكومته والمعارضة بل ساهم الإعلام الغربي بشكل فج في العمل ضد أردغان بهذه الانتخابات مستخدما الاقتصاد كأداه للهجوم على أردغان وفي المقابل استخدم أردغان وحكومته الإنجازات الاقتصادية التي تمت على مدار العقدين الماضيين في حملته وتسبب في إحداث نقلة تنموية ملحوظة للبلاد من أبرزها أن أصبحت تركيا عضوا في مجموعة العشرين وحدوث تحس ملحوظ في دخل الفرد وأداء البنية الأساسية في التعليم والصحة والسكن أما المعارضة فركزت على معدلات التضخم التي عانى منها المواطنون على مدار العام الفائت وكذلك تراجع قيمة العملة مما أدى إلى زيادة أعباء المعيشة للمواطنين وداعب المرشح الخاسر كمالك لشدر أغلو الشباب بشكل خاص وعموم الشعب بعلاقات أفضل مع الغرب وعلى رأسها دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لكن نحن أمام مرحلة جديدة بعد أن هدأت ماكينة الانتخابات وأصبحت الوعود الانتخابية على الصعيد الاقتصادي عقد إلزام على أردغان الوفاء به وينبغي أن تخرج للشعب ليجد ثمارها الإيجابية في حياته وسيكون على أردغان خلال السنوات الخمس القادمة خاصة في العام الأول مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية ترتبت على فوزه ومنها عودة الاستقرار لليرا ومواجهة التضخم ثمت مجموعة من المشكلات ترتبت على التراجع المستمر في قيمة العملة التركية منذ 2018 وحتى الآن منها حالة الارتباك التي يعيشها أصحاب الأعمال من مستثمرين ومداخرين فسعر الدولار حتى يوم الانتخابات الرئاسية يزيد بقليل عن 20 ليرة بعد أن كان 5.29 ليرات في نهاية 2018 وأدى عدم استقرار سعر صرف الليرة إلى انتشار ظاهرة الدولرة في مجالات كثيرة وشراء الذهب بمعدلات كبيرة مما أرهق ميزان المدفعات على صعيد تدبير العملات الأجنبية لاستيراد الذهب من الخارج وفي مواجهة الظاهرة اضطر البنك المركزي التركي إلى بيع جزء من احتياطياته من الذهب لمواجهة الطلب المحلي وهناك تفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بالتوظيف السياسي للمال في إدارة سوق الصرف وعلى الحكومة أن تواجه هذه التصرفات بشكل حاسم ومراقبة سوق الصرف للسيطرة على الممارسات غير القانونية التي سهمت بشكل ملحوظ في استمرار تراجع الليرة خاصة أن موارد تركيا من النقد الأجنبي في تزايد في مجالي الصادرات السلاعية والسياحية ومما يحسب للحكومة أنه في ظل هذا التراجع لقيمة الليرة واتساع دائرة الدولرة ظلت عملية توفير العملات الصعبة متاحة لا تواجه أي مشكلات أو عقبات على صعيد الأفراد أو المؤسسات وثمت وعود متكررة من أردغان بتراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل التضخم في نهاية أبريل 2023 بلغ 43.6 وهي نسبة لازالت مرتفعة وينبغي أن تتراجع إلى ما دون العشرة في المية علما بأن البنك المركزي التركي يستهدف الوصول بمعدل التضخم عند 22.3 بنهاية 2023 و8.8 عام 2024 استعادة الثقة بالشباب يتابع الصاوي من الطبيعي أنه بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أن يتطلع الأفراد خاصة الشباب إلى الحصول على المزيد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير فرص العمل والدخول المرتفعة وسهولة الحصول على السكن وتدبير تكاليف الزواج وتكوين الأسر بدون إرهاق للشباب وأسرهم وقد قدم أردغان وعودا في هذا المجال بتكوين بنك الأسرة وتقديم قروض لتدبير أمر الزواج للشباب بقيمة 150 ألف ليرة أي حوالي 7500 دولار كقرض بدون فوائد وقدم عدة وعود أخرى للشباب تتعلق بإعفاءات جمهورية للحصول على أجهزة الكمبيوتر والهواتف من الخارج وكذلك منحهم خدمة الإنترنت مجانا والأكثر أهمية في التحديات التي تواجه أردغان بخصوص الشباب هو إعادة الثقة لديهم فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي لبلادهم والعمل على تأكيد استقرارهم فيه وانحصار الرغبة المتزايدة لدى الشباب بالهجرة للخارج خاصة إلى أوروبا أما فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير والسياحة فيقول الصاوي يتميز الاقتصاد التركي بوجود قاعدة انتاجية وخدمية مرنة وظهر ذلك جليا في أزم التراجع قيمة العملة المحلية حيث قفزت الصادرات السلاعية من 145 مليار دولار عام 2018 إلى ما يزيد عن 250 مليار دولار بنهاية 2022 كما أن العوائد من خدمات السياحة بلغت 45 مليار دولار بنهاية 2022 أيضا ولكن أردغان وعد بزيادة قيمة التجارة الخارجية لبلاده إلى تريليون دولار ويتزيد بقليل حاليا عن 600 مليار دولار أما السياحة فقد وعد أردغان بأن يصل عدد السائحين لتركيا 90 مليون سائح وبلا شك أن نجاحه في تحقيق الهدفين سيساعد بشكل كبير على إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب ولمن يتعرضون للبطالة في المجتمع على فترات مختلفة أما فيما تعلق بنقل تكنولوجيا التسليح للحياة الاقتصادية وهي من أبرز نقاط الضعف التي تواجه الصادرات السلاعية لتركيا في المرحلة المقبلة أو حتى المنتجات التي تستخدم في السوق المحلي أنها لازالت تدور في فلك السلع التقليدية أو التجميعية في حين أن تركيا في مجال التسليح استطاعت أن تخطو خطوات ملموسة في إنتاج الطائرات المسيرة وكذلك أسلحة أخرى في مجال الاستخدامات البرية والبحرية والمعهود في تجارب الدول الغربية وأمريكا وغيرهما أنه يتم تطويع التكنولوجيات العسكرية لأغراض الاقتصاد المدني فيتم تحقيق قيم مضافة كبيرة ومما يظهر ضرورة اتخاذ أردوان خطوات سريعة في هذا المجال أن صادرات التكنولوجيا المتقدمة لتركيا عام 2021 بلغت 5.7 مليار دولار فقط من إجمال صادرات سلاعية في نفس العام بلغت 254 مليار دولار أما عن استفادة المواطن من عوائد اكتشافات النفط فيقول الصاوي اكتشافات عدة أعلنت عنها الحكومة التركية خلال فترة الانتخابات تتعلق بالنفط والغاز خاصة النفط في المناطق شرق البلاد بقيمة احتياطيات قدرت بنحو مليار برميل ويتوقع لها أن تحقق انتاجا بنحو 100 ألف برميل يوميا وإن كان أردوان صرح بأن ما وعد به الشباب في شأن بنك الشباب والأسرة من قروض ومزايا أخرى سوف يتم تمويله من عوائد حقول النفط إلا أن المواطن لمس الوفاء بوعود أردوان حيث نفذ قرار تقديم الغاز المجاني لاستخدامات البيوت لمدة عام بدءا من استهلاك مايو 2023 يحتاج الأمر أكثر من هذا من حيث إدارة اقتصادية لتوظيف تلك العوائد في ضوء تصريحاته أن تركيا ستصبح مصدرة للطاقة وهو ما يعني إفادة البلاد من تجربة بعض البلدان الأوروبية في النرويج أو هولندا حيث تم استخدام عوائد النفط في تكوين صناديق استثمار سيادية لصالح الأجيال القادمة لا بأس من تقديم بعض العوائد النفطية للمواطنين بشكل عاجل وسريع مما يخفف عنهم أعباء المعيشة ولكن لابد من استثمار نسبة لا تقل عن 20% من تلك الفوائد لصالح الأجيال القادمة في الختام متابعين الأعزاء نتمنى لتركيا التوفيق ولأردغان أن يواصل المسيرة في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر